موسيقى موسيقى توفير الماء والأعلاف الاستفادة من ضائعة شماخ وجعلها ضائعة مثالية إعادة النظر في استغلال بحيرة البيبان أنصاف بحر جرجيس بتمكينه من حصته من التن الأحمر وإعادة النظر في توزيع الرخص صيانة الميناء وتجديد الأسطور إبرام التفاقي السيد مشترك مع ليبيا جعل جرجيس قاتل التنمية بالجنوب الشرقي بيعطى مكان للصناعات النظيفة ذات تكنولوجيا العالية مثل مشروع الاخصيم الذي يوفر الطاقة النظيفة ويشغل 4200 إطار تأهيل النزول التي تسوع بالسياحة الداخلية بعث مسلك سياحي من المنطقة السياحية للقنطرة مدينة الزيان الأثرية ثم البيبان والكورنيش جرجيس ربط الميناء بالسكة الحديدية والمطار ومعبار السجدير ربط المنطقة الحرة بالغاز الطبيعي القوي بتطوير الخط البحري جرجيس مرسيليا بعث خط تجاري من ميناء جرجيس في اتجاه أوروبا وآخر في اتجاه ليبيا ومصر والسعودية بناء مستشفى ثاني بجرجيس إنجاز طريق الحزامية بعد تصويبها تقسيم جرجيس لمعتمديتين أو أكثر نعم لدولة الشعب العادلة الديمقراطية المحترمة الحريات المقاومة الفساد المتعاونة مع محيطها المغارب العربي للإسلامي المفتحة للحضرات شرقا وغربا وجنوبا دولة مساندة القضايا العادلة على رأسها قضايا فلسطين صوت الأمر الشحك ومسعود قريرة لعادة الأمل وأعطى قيمة العمل والإنتاج وتجنب بملاد صندوق النقل الدولي ونبني دولة قوية في خدمة الشعب يا مسعود قريرة عن دائرة جرجيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد شفتر اختصاص نقل دولي مترش على دائرة جرجيس تحت رقم ثلاثة بيان إلى أبناء جرجيس ونحن نعيش أياما عسيرة وجرجيس تنزف وتدفع ضريبة غالية نتاج سياسات التاميش المتتالية ومنذ عقود ما خلق حالة من اليأس عند شبابها وكانت أهم تمظهراته الهجرة غير الآمنة والتي راح ضحيتها المئات من شبابنا رحمهم الله ربي يصبر أهلهم وأملهم مع حتمية معرفة الحقائق كاملة وراء اختفائهم ونحن نعيش محطة مفصلية من تاريخ تونس وتتمثل في استرشاع أبناء الشعب لمسارهم الثوري عبر بناء الغرفة التشريعية لبرلمانهم باعتماد آليات انتخابية جديدة تمكن المواطن من اختيار مباشر لنوابه ومن آليات رقبية لمحاسبتهم رأيت منواجبي أن أنخلط في هذه المحطة التاريخية تحت عنوان لينتصر الشعب وفق التصور المحلي والوطني التالي أما بالنسبة للتصور الوطني فأنا أتبنى كل الأرضية التي أتت بها مبادرة لينتصر الشعب من أجل تشكيل كتلة تاريخية وطنية تساهم في بناء تونس الجديدة التي تضمن كرامة الإنسان أما على مستوى المحلي جرجيس المدينة التي أعطت لكثير من ثرواتها الطبيعية والفلاحية والبحرية ومنطقات شبابها المتميزة في كل المجالات جرجيس المدينة البنسية والتي تعاني من أشكال التهميش مع غياب تام للاستثمار كل ذلك دفع ولا يزال بالألاف من شبابنا إلى الهجرة الغير آمنة ولأجل مستقبل أفضل لجرجيس أتقدم بالمقترحات التالية والتي أعتبرها محركاً أساسياً في خلق الثروة أولاً العمل على تدعيم المرافق الإدارية المحلية بما يكفل تحسن الخدمات للمواطن ثانياً تطوير ميناء الصيد البحري بجريس والارتقاء بأداء الميناء التجاري بإحداث خط بحري لنقل البضاع لتنشيط الاقتصاد المحلي والجهوي أيضاً ثالثاً العمل على إرساء مقاربة جديدة للتنمية لتنمية غابة الزيتون وتصرف الضيعة الدولية بشمخ رابعاً العمل على مرافقة تجاريات ناب الخارج في كل مشاكلهم بالبلاد مع الحرص على إلائهم الأولوية في قضاء شؤونهم الإدارية وتمكينهم من امتيازات لتحفيز الاستثمار خامساً إدراج جرجيس ضمن المجموعة الثانية للتنمية الجهوية لتحفيز الاستثمار أيضاً سادساً تحسين تصرف شريط الساحلي والبحيرات الببان بغرارة وإعادة الاعتبار للتنشيط السياحي سابعاً إحداث مناطق صناعية جديدة عن طريق الوكالة العقرية الصناعية والعمل على تهيئة وتحسين المناطق الموجودة ثامناً إنشاء منصة إعلامية ثقافية وبيئية تعكس وثراء شرجيس من كفاءات وعقول مبدعة في كافة المجالات تاسعاً إحداث مدرسة نموذجية ومركز تكوين مهني مع العمل على مزيد العناب بالمنشآت الرياضية ترجمة نانسي قنقر